اهلا بكم الى موجز اخبار الان رحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الاحد في تغريدة على موقع تويتر بقادة الدول العربية والاسلامية المشاركين في القمة العربية الاسلامية الامريكية بالرياض مشيرا الى انها ستوثق التحالف ضد الارهاب والاحد ايضا عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست والولايات المتحدة اعمال القمة الخليجية الامريكية التي تضمنت توقيع مذكرة تفاهم لانشاء مركز لمكافحة تمويل الارهاب اختتمت اعمال القمة الخليجية الامريكية بعد جلسة مغلقة استمرت ساعة ونصف مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في الرياض وترأس الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وفد دولة الامارات الى القمة الخليجية الامريكية وبحث القادة العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الامريكية وسبول تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة اضافة الى بحث القضايا الاقليمية والدولية وخاصة فيما يتعلق بامن واستقرار المنطقة اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن مغسل ارهابي في كمين نصبته مفرزة عسكرية بضواحي مدينة القل بولاية سكيكدا وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان على موقعها الرسمي على الانترنت ان العملية مكنت من التحفظ على مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الدخيرة قتل سبعمائة وخمسون مسلحا على الاقل ينتمون لجماعة خرسان التابعة لتنظيم داعش في افغانستان خلال الشهرين ونصف الماضيين طبقا لما ذكرته وكالة خاما بريس الافغانية للانباء وقالت القوات الامريكية في افغانستان في بيان لها ان قوات مكافحة الارهاب الافغانية والامريكية مارست ضغوطا كبيرة على مسلحي جماعة خرسان في افغانستان وتقلصت ارضهم وقوتهم القتالية بواقع الثلثين يحلم ريال مادريد بالعودة بنقطة التعادل من ارض مالغا اليوم للتتويج بلقبه الثالث والثلاثين والاول منذ عام 2012 في الدور الاسباني لكرة القدم في حين ينتظر غريمه ومطارده برشلونة خدمة من الفريق الاندلسي للحفاظ على لقبه مرة ثلثة على التوالي وستكفي نقطة التعادل للريال لضمان لقب الليجة بينما يتعين على برشلونة التغلب على ايبار وانتظار مفاجأة تتمثل في فوز مالغا على الريال كي يتعادل مع الاخير بالنقاط ويتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة الى اللقاء اشتركوا في القناة